السلام عليكم في هذا الدرس نشرح عن الإمبورت في البداية عندي ملفين في البايثون الملف الأول هذا اسمه First والملف الثاني اسمه Second في الملف الأول عندي Class A يحتوي على فاكشن 1 وهذه فاكشن مجرد أن تطبع رسالة Class A ومن ثم إنشأنا Object من Class A وكذلك Second File يحتوي على Class B وهذا Class B يحتوي على فاكشن 2 وهذه فاكشن مجرد أن تطبع رسالة Class B وأيضا أنشأنا Object من Class B إذن الآن على سيء مثال لو أضغط مثلا A1. أستطيع أن أصل إلى فاكشن F1 وهذه فاكشن F1 تطبع لي Class A ولكن أنا حاليا أنشأت Object A1 من Class A هل ممكن على سيء مثال أنه أنشأ Object آخر من Class B نشوف بأنه يعطيني إره سبب بهذا بأنه Class B ما يتعرف عليه بأنه Class B موجود في ملف آخر فهل هناك طريقة بأنه وأني موجود ضمن ملف معين أتعرف أو أستطيع الوصول على محتويات ملف آخر نعم هذا الشيء ممكن باستخدام ال Import الآن في هذا الملف First أكتب From Second يعني من الملف اللي اسمه Second هذا الملف اجلب لي كلمة اجلب لي يعني Import Import يعني اجلب اجلب Class B نشوف حاليا نختفى الإرهر إذن أنت موجود في File First وكتبت From Second Import B إذن من الفايل Second اجلب لي Class B أو دعني أتعرف على Class B فنشوف بأنه أصبح بإمكاني أنه أتعامل مع هذا الكلاس يعني أنشي Object منه وأتعامل معه بشكل طبيعي حتى ممكن أنه أجعل Class A هذا ينث Class B ممكن بها صورة هذه إذن وإحنا من التطبيقات على موضوع الImport بأنه أنت ممكن أنه تعمل Import لكلاسات جاهزة مبنية في اللغة إذن في وإحنا من الدروس السابقة إحنا عملنا Import لكلاس اسمه DateTime فهذا DateTime هو عبارة عن Class جاهز موجود في لغة البيثون ما علينا إلا أنه نستدعي فاستدعينا في ذلك الوقت وعرفنا كيفية التعامل معه طيب لو نريد أنه نتعامل مع كلاس آخر إذن هناك كلاس اسمه Random بلغة البيثون هذا الكلاس أيضا يحتوي على مجموعة من الدوال التي لكل دالة لها وظيفة معينة فلنتعامل مع القسم منها لو أضغط Random Dots Random ومن ثم قواس بها صورة هذه الآن لو خزنت هذه القيمة بمتغير وليكن مثلا اسمها Value بها صورة هذه الآن لو أطبع هذا Value وأضغط Run نشوف بأنه طبع لرقم عشوائي إذن Random يعني عشوائي وظيفة هذا الكلاس بأنه يولد قيم عشوائية فأنت عندما كتبت Random Random إذن استدعيت الـ Function Random من Class Random فبهذه الطريقة ولد لقيمة عشوائية يعني لو أضغط Run مرة ثانية نشوف بأنه يولد لقيمة مختلفة كذلك ممكن مثلا استخدام دوال أخرى غير الـ Random يعني مثال هناك دالة اسمها Uniform هذه الدالة لو أمرر على سي مثال 1.8 الآن لو أضغط Run نشوف بأنه أيضا ولد قيمة عشوائية ولكن هذه القيمة العشوائية هي محصورة ما بين الـ 1 و 8 فهذه فائدة Uniform إذن لو أضغط Run من جديد يولد لرقم آخر عشوائي ولكن هو أيضا محصور ما بين الـ 1 و 8 كذلك مثلا لو أنشئ List ولتكن اسمها Color على سبيل المثال إذن هذه List تحتوي على مجموعة من الألوان ولأكتب مجموعة من الألوان على سبيل المثال إذن بهذه الطريقة عرفنا List اسمها Color وهذه تحتوي على مجموعة من الألوان الآن ممكن استخدام دالة أخرى ألا وهي Choice Choice يعني الاختيار هل ممكن أنه يختار قيمة عشوائية من بين هذه القيم أكيد وما بين الأقواس المرر له كلمة Color اللي هو المتغير اللي هو عبارة عن List الآن لو أضغط ران المفروض بأنه يختار واحد من هذه القيم عشوائيا إذن شوف بأنه اختار Green ممكن أيضا أنه يختار أكثر من خيار يعني نستخدم دالة أخرى اسمها Choices Choices مجموعة يعني يعطيني خيارات فيعطيني أكثر من الخيار وممكن أحدد عدد الخيارات يعني مثال لو أكتب كي يساوي ثمانية الآن لو أضغط ران نشوف بأنه يختار ألوان عشوائية ثمان مرات إذن لو لاحظ الناتج بأنه اختار ثمان قيم من ألوان بشكل عشوائي شكرا